السلام عليكم و مرحبا بكم في الدرس رقم 11 من سلسلة اللغة العربية التي كنا نأخذها بالترتيب و اليوم أريد أن ندروا علاق درس المفعول معه و بلا منطول عليكم ندوزل الصبورة القاسم و بدأوا الشرح ندوزل الدرس رقم 11 وأنا كنا أتعادر أن ندير رقم 10 و لا أصرحتها في الفيديو قبل غير أغلطت في واحد الرقم هذا هو الدرس رقم 11 درس اللي جايين دائمًا ستجدوا أنه مناقص لهم رقم مهم درس رقم 11 هو المفعول معه إذن تعريف المفعول معه هو اسم فضلة بمعنى أنه لا يقع لمبتدأ ولا خبر و نحن كنا نعرف أن اسماء الفضلة فهي وخا نحيدوها من الجملة فهذه الجملة ما كيتأتش للمعنى ديالها أو للإعراب ديالها يعني بحاله بحال مفعول لأجلي حتى هو مفعول جوا من اسماء فضلة وخاك نحيدوها ما كتأتش لنا الجملة كيبقى المعنى ديالها واضح هاد المفعول معه فهو دائمًا تفكروا هاد القاعدة عما عندها استثناء فهو دائمًا دائمًا كي يجي من بعد واو الماعية وقد نعطيه مثال الناس اللي مكعرفو السوا والماعية بس نوضحه هاد التعريف أكتر إذن سنقوله مسعيتو والنيل إذن النيل هو النهار النيل إذن هنا النيل تعرب هنا مفعول معه منصوب على متو نصبه الفتحة الظاهرة على آخره علاوة قلنا أن النيل مفعول معه لأن النيل لا يسير معنا يعني النيل ما كيتمساش معنا ولكن هاد الكواو الماعية هي اللي خلاتي يكون مفعول معه لأن كتقل ما سعيتو والشمس ما سعيتو والنيل يعني كتقترن هادك 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 لواو كتخليها تدير واحد اللي يريزون غيزون بينك وبين ذاك الفعل اللي بين ذاك الاسم اللي قلتي وبالنسبة الإعراب ديال المفعول معه فهو كذلك كي يجينا دائمًا منصوب ولكن كتختلف الحركة ديال النصب على حساب اللفض فهو كيتنصب بالفتحة اللي هي العلمة الأصلية إلا كان مفرد أو لجمع تكثير وينصب بالياء إذا كان متنى أو جمع وينصب بالكسرة إذا جاء جمع مؤنت سالم ونعطي مثال السيقادة وشروق الشمس إذن هنا شروق مفعول معه منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة على آخره صار الرجل والنهرين إذن هنا النهرين مفعول معه لكنه منصوب بالياء لأنه متنى وهذه القاعدة للإعراب وثال هنا سنكون سألين لدرس المفعول معه والمفعول اللي أجليه والمفعول به والمفعول المطلق إلى آخره إذا بغادي الفيديو الجزيين سنشوفه الدرس رقم 12 والدرس رقم 13 اللي فيهم المنادة والحال ومن هنا لتمه كنقول لكم إذا كانت هذه أول ما ركتوب في الفيديو ديالي تقابون معي فلاصلين بس يوصلك الجديد للفيديوهات اللي كاللوح و الله سوف يوفقكم كاملين في هذا الكونكور